السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنكمل حديثنا عن الكراكويتس كالبوليشن. اه اللي شرحناها في المحاضرة السابقة. ولو هنرجع بريب بسيطة عن الاتقال في المحاضرة اللي فاتت. هنلاقي ان احنا اتكلمنا على اه اللي احنا بقنا نستخدمها. كنتسهل علينا اه في تصميم الكراكويتس او بمعنى اصح ان انا احسب السيكنس والرينفورسمنت بنائنا على الكراكويتس المسموه دي في المبنى. اه وشوفنا اه عملنا على على باستخدام برنامج وكانت النتائج تقريبا يعني شبه متطبقة بنسبة مية في المية. واحنا اخذنا اه تلات حالات او تلات حالات الكراكويتس لالبونت سري والبونت وان وفايف والبونت وان. وكانت تقريبا اه يعني ايه نفس النتائج. اه اللي جاي بقى والمحاضرة دي احنا هتتكلمك معنا عن لو معنا خزان صغير. ونشوف نصمامه ازاي. بس قبل كل شيء اه لازم ان نشوف الكراكويتس على اول. هنلاقي ان الاسا اين متين اربعة الشيء مدينا تيب واللي هو اربعة واحد. مدينا على حسب الكراكويتس المسموح بيه. فهنلاقي الووتر هتلاقي هي ووتر اه سبري او بوينت وان فايف هتلاقي كيميكا ال بوينت وان ايت هتلاقي في حالة الرطوبة اه او لو متعرض للصيه ال بوينت سري وهكذا يعني فهنلاقي النتائج او الارقام بالرس دبل قوي اللي هي بتستخدمة في المباني العادي اللي هي. ينكون اكتر اختلافات بتيجي على الوطر الوطر لو احنا شفنا البريتش كود اللي هو تمنتلاف وسبعة هنلاقي ان الكراكويتس اللي بيستخدمها في حالة الخزانات او اي حاجة مع السويل الكراكويتس مازيش عن بوينت او. وهندي نقطة. النقطة تانية اللي بردو ان كراكويتس دي بتستخدم دايما فيه لما يكون المباني في شكل جمال ومنظر جمال وممكن لو كراكويتس دي عم بوينت وان بيأثر عليه. فانا شايف من وجهة نظر ان في حالة التانكات وده اللي بستخدمه دايما في موظم الشغل ان الكراكويتس مازيش عن بوينت وان فايف شايف ان القيمة دي ما هياش بوينت وان وما هياش بوينت تو بردو. حاجة بتوين. ويتديك نتائج نتائج معقولة جدا. اه تبقى لي وتبقى لي اه برضا. بعد كده هنروح للحالة التانية اللي هو هنلاقي ان اه تلتمية وخمسين بيدينا شرط بقول في حالة لو انا مصمم الخزان بطريقة في الحالة دي بلازم اضرب اللي باستخدامها اللي هي مثلا 1.2 or 1.2 or 1.4 or 1.4 or 1.7 هنلاقي لازم اضرب دي بفكتور اسمه دي الفكتور ده على حسب هنشوفو بيأخذو كام هنلاقي ان الناس في حالة فلو انا بصمم اه بطلع بحسب اليه الحديد فاضرب الالتيميت في وان بوينت سري يعني هيجي اضربه في وان بوينت سري وان بوينت سيفن اللايف اضربه في وان بوينت سري واطلع وبجلان عليه اطلع حديد التسليح. طيب لو انا عندك طاع معرض لي يعني على طول فيه فيه اا اا اكسيل فورس تنشل في الحالة دي بيقولك بضرب الالتيميت كومبينيشن في وان بوينت سيكس فاي. طيب في حالة الشير الشير في الحالة دي بزود او عشان احسب الحديد اا بتاع الشير بضرب تبقى الفيه اكبر من او سي وان بوينت سري مضروبه في الفيه عشان اطلع الحديد التسليح الموجود او المطلوب وبعد كده لو انا عندك طاع معرض بضربه في ايه? في واحد فقط لاني بيحسن اا بتاع في حالة ايه المية والكلام دا كلها. طيب هنروح بقى هنا لمسال صغير بصيد حاجة سيمبر كده لو عندي خزانة ستة في ستة بارتفع ستة متر والسقف مش ممسوك. يعني اشبه ما يكون الحيطان سلي سايد ساب بورت. اا لو احنا شوفنا الارس بريشة البره هنلاقي ان هو جاما اتش اا قاما اتش اللي هي بتصعه تقريبنا اربعين. وطبعا هي كا اكتف مش كينوت لان السقف مش ممسوك. هنلاقي المية اللي رفع المية فيه ستة متر تقريبا فهناخد الجاما اتش اللي هي اا عشرة في ستة يبدينا ستين كيلو نوتن. اا على الحوائط بتاع الخزان. طيب احنا ايه اللي بنصمع على الخزان او حالات تحميل الخزان. بقول لك اول حاجة مرحلة اللي هي اللي انا بقى لاتي الخزان انا حفرت حفر كده حول الخزان وصبت الخزان ومليت المية وبشوف اي تسريب ممكن يحصل المية من خلال حوائط الخزان ولا ما فيش في الحالة دي الحطام تحملها فقط منداخل بحمل المية على ال ال التاني اللي هو بقول له والله انا خلاص اه اللي هو اللي بسمي ان انا اا ما حصلش اي تسريب في حضان الخزان فبالتالي خلاص بردم جانب حوائط الخزان زي ما انت شايفين كيس دي كده. وفي الحالة دي بيكون المية من جوة برا ودينكن اقل حالة تدينا فيها نتيجة ايه? انا بترح الحمل بتاع ال بتاع المية نقص حمل ايه الكيس التالتة او الفيز التالتة اللي هي اه مرحلة السيانة وفي الحالة دي بيكون الخزان فاضي مية وبالتالي ايه هي اللي موجودة من برة فقط وهي دي اللي بحسب على اساسها المومنت. اه لو رحنا بقى في ده الاكزامبل هوت لو شفتها هنلاقي لو انا عندي ادي الباكة ستة في ستة وحطيت حمل المية بس في الكيس دي هيطلع لي بعد ما ضربتها في اه طلع سبعة وسبعين كيلو نيوتن فتعريبا لو انا بصمم القطاع هطلع الاريا ستيل اه تي ست تاشر قول تلتمية. اه دي في القيم اللي هي اللي ادي سبعة وسبعين. طب لو القيم اللي على اي جي دي كده الان مية اتنين وستين. فبالتالي هتطلع تي ستاشر قول مية وخمسين. طبعا الكيس دي لو قررنا الكيس دي دي هي الكيس دي فتاة الابريشن بفيز مع التستفيز هنلاقي ان الارقام شوف هنا دي ستة و هنا الارقام دي اه خمسة عشرين وستة مع عشرة هنا سبعة وسبعين لان هنا باطرح فرق الحمل المية ناقص حمل الكيس التالتة اللي هي من برة تمام كده وهنلاقي نشوف خير المومنت طبعا هنلاقي المومنت قلب لان الحمل هنا جاي من برة الخزان مش من جوان الخزان وهتلاقي ان انا لو انا عندي المومنت اللي واحد وخمسين ميتة اطلاق هتلاقي الاراستين مازلتش عن تي ستاشر كل تلتمية وم مية وتمانية برضو في الاراستين مازلتش عن آآ ستاشر كل متين طيب هنيجي نشوف بعد ما عملنا كده دي الاراستين هنيجي نشوف فقا موضوع هنجيب المومنت زي بحنا شايفين هنا كده آآ عندك في حالة هنلاقي دي المومنت آآ تقريبا آآ تلاتة وسبعين آآ لان ده الوطر ده للسطح المعرض للمية وهنا تحت هنلاقي تقريبا تسعة وعشرين هنا طبعا اللي هو الاقل آآ ممكن يحصل ومحالة الصيانة هتلاقي ان هنا القطاع المعرض للمية هو تلاتة وعشرين آآ بوينت سري اما الباقي ده المتعرض لأطول ببرة فالاستين ايه فالكراكويتس بتاعها تبقى بوينت سري اما اللي هو الاحمر ده هتلاقي الكراكويتس بتاعها مفهوم زيش عن بوينت وان فاير هنيجي نشوف بقى القيم المومنت دي كده ونشوف على بتاعي هنلاقي ايه ده لو خدنا المومنت بخمسة وسبعين هنا كده ودخلنا على اللي هي ربعمائة ميلي هتليه تلاتة جسية تاشر كل مية طبعا هنا خدت الكراكويتس بوينت وان فايف والـ خمسة وثلاثين الكطر ستتاشر ميلي وكلير كافر خمسة خمسين ميلي هجأ اخش اول حاجة بالمومنت الاولينا خلاص العالي اللي هو خمسة وسبعين تقريبا فبطلعة تيستاشر كل مية وبعدين اجأ خش تانية تمام اللي هي مش اللوت كومبينيشن اللي هي الكيس المومنت التاني هنلاقي طارق تي ستاشر كل متين. بكده تقريبا خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة وهي يكون سريعة بس هي حاجة سيمبل خالص بس بنوضح نقطة المهمين قوي موضوع اللوت كومبينيشن اللي هي الكيس التانية اللي هي الكراك ويتز بتاع ازا قدر استخدم في حساب البناء على السكنس اللي هستخدمه في حسابات الكراك ويتز. شكرا. بسلام عليكم.